المترجم للقناة كل الأخوة الألبيين سوى قنوات مرئية أو مسموعة أو مقروعة البداية حبيت أننا نعمل هذا المؤتمر لنوضح للشارع الرياضي والجمهور الرياضي وكل الناس في ليبيا المهتمين بالرياضة وعافين لنكرت القدر طبعاً هي الركيزة من ركاية المجتمع في كل العالم فحبيت اليوم أننا نوضح لهم كل ما حدث خلال الموسم الماضي الحقيقة اللي نتبرى حتى من خلال كل الأراء أنه هو موسم ناجف من كل سلبيات أو إيجابيات بتأكيد كل شيء له سلبيات وإيجابيات ويكفي آخرها رسالة الرئيس الاتحاد الدولي الحقيقة المشكرة بس من كل الليبيين أبتينوا على مراسلتها للاتحاد الليبي على نجاح البطولة لمن فترة طويلة بمشياء نهايات أو نهاي ديري أقيم في العاصمة طرابس للفريقي الاتحاد وأهل طرابس لابد أن أشكر كل الفرق طبعاً في البداية لابد أن أهني البطل طريق الاتحاد نقول هردلك لفريق أهل طرابس وبالتوفيق إن شاء الله في المحافظة القادمة الأفريقية كذلك هردلك لأهل بنغازي وأخبر بيار مصر وكل الفرق الليبية وإن شاء الله في المواصل القادمة هذه البداية وبداية إعادتنا الصحيحة لمصار الصحيح لكرت القدم في أفريقيا وفي العالم فأكيد الجمهور الرياضي متعطش لإعادة كرت القدم وإعادة ليبيا لمصارها الطبيعي فالحمد لله هذه البداية والبداية كانت صعبة وكانت لمجهود كل الحقيقة للناس أولاً لابد أن أشكر كل الجهات الأمنية في كل مناطق ليبيا سوى في طرابس أو ستناد أو وزارة الداخلية أو كل الجهات الأمنية المختلفة لابد أن أشكر الجمهور الرياضي وأشكر كل الإعلاميين وأشكر كل من ساهم في نجاح بطولة دوري المنتاز العام 2021 بالتأكيد مجهود كبير جداً جداً أنا أشكر بسم الجمهور الرياضي كل الليجان العاملة اللي شرفت على هذه البطولة سوى كانت للمسابقات اللي كانت لها دور كبير جداً جداً وعانت بالتأكيد عندها سلبية في جابية ولكن أرغم هذه الظروف عنهت البطولة بنجاح وفي الموعد يعتبر صعب جداً أو الدول المجاورة قريبة مثل مصر الشيخة إلى الآن لازال الدوري من تهشية ونحن كنا مربطين بمواعيد معينة لابد أن يكون عندنا مشاركات أفريقية في الموعد مشاركات أفريقية حسب نهاية البطولة مش مثل العوامر القادمة كنا نشاركوا بالفرق المتحصل على البطولات السابقة ولكن الآن شاركنا ببطولة رسمية وشاركنا بفرق اجتهدت أو الآن اللي شاركوا في بطولة أفريقيا سوى النادي الاتحاد أو النادي أهل ترابس فإن شاء الله نتمنى لهم نكرر نتمنى لهم التوفيق هذا الموضوع بالتأكيد راولها جوانب كبيرة جداً لتعاود على ليبيا بالخير عندما يكون الآمن والأمان في ملاعبنا راول الموضوع منطق وأنا سبق وحدثت أكثر ممرة بتكلمنا راوله في متابعة سوى من أفريقيا أو من العالم أو حتى من الاتحاد الدولي وذلك بعد تقريباً 72 ساعة وستطنا الرسالة الحقيقة وذلك كانت ترفع المعنويات إننا نحن أعدنا الكورة الليبية وإننا نحن مثلنا مثل كل الدول فيها بطولات تنتهي بنجاح أكيد أكرر أنه أكيد في سلبيات وجميات ولكن أمامكم جميعاً أنا مسؤول على هذا الكلام حتى على مستوى شخصي أي فريق أو أي نادي أو أي جهة معينة تعتقد أنها ظلمت ولا حادث لها شيء مستحنا أمامكم جميعاً أي حد ظلمة بالتأكيد سيجلقاها في نفسه في السحق والظلم وظلمات ولكن أسئل على هذا الأكلام وإن شاء الله سيكون لنا من خلال المؤتمر اللي معاكم من الأسئلة بتاعكم سواء على المنتخب الليبي اللي الآن بدأ في معسكر وتقول فيكم عليه كيف تم المعسكر في معسكر المغلق السدادة للمبارية القادمة لتوصية كاس العالم واللي مطلوب منها إن شاء الله يحقه لتائج طيبة لأنكم عارفيني الإخفقات السابقة رأى سبب من أسبابه عدم إقامة دوري في ليبيا عدم تجمع المنتخب داخل ليبيا عدم وجود مدرب داخل ليبيا كل هذه الخطوات لدينا خطوة خطوة بالتأكيد رأى بيأخذ معنا شوي وقت ولكن الموضوع هذا لابد من صبر مجمو الرياضي لأنك أنت لم تبني شيء مجديد تقريبا من أكثر من 18 سنة نحن عانينا من مشاكل كثيرة من علاق ملاعب من عدم مشاركات داخلية وخارجية من عدم إقامة دوري داخل ليبيا وهذا مشكلة كبيرة جدا كانت عبارة عن تجمعات معينة خدوة مجابرة كانت تكاليف كبيرة جدا جدا للمعسكرات والمدربين كانت خفاقات كاملة لمنتخبنا وعودت علينا بالسبية والناس كانت مش راضية ومن حقها ونرى في النهاية بغض النظر عاصل رئيس اتحاد كورا أنا ليبي ونحب ليبيا مثلي مثل أي ليبي مثل أي شخص رياضي أو مشجع ولكن عادتكم بإذن الله أننا بدنا ننشوف المصاري الصح لابدنا نكتوفهم معنا ولابدنا نكتوفهم معنا ولابدنا نكتوفهم مع المتخبنا ولابدنا نراه لعادة بغيش نتائج سريعة وخفاقات سريعة لابدنا من صبر لأننا الآن بدنا خطوات نعتبر فيها احترافية أسوة من الدول المجاورة سواء في أحضار المدرب بعد ما استعامنا في اختيارها وممكن كنا كم مرة أخفقنا في اختيارات سابقة ولكن بعد ما دراسة كاملة لأعضاء مجلس إدارة في اتحاد الكورا لابدنا ولو تكونوا رغلين عليهم ومشهدين لكن لابدنا نقولكم لهم بدلوا جهد أعضاء مجلس إدارة لهم كان لهم دور في نجاح هذه البطولة في عدد المعسكرات اللي الآن في المنتخب الأول في القريب العاجل سنجاوبكم حتى على سيسكر ستكون عندنا بطولات داخل ليبيا في شهر أكتوبر القادم منها بطول الشمال الأفريقية للعشرين السنة وإن شاء الله أرد المستضيف حتى بطولات أخرى خاصة بمنتخبات أو خاصة بطولات أفريقية أو بطولات عربية أو حتى بطولات دولية وإن شاء الله تنعفين موضوع الحضر اللي يخذين فيه وقت كبير وجهد كبير جدا والحمد لله الآن بدري كنت أنا مع خوزين في لقاء خارج هذا اللقاء قتلها تقريبا ما يقارب عن فوق العشر دول أفريقية تلعب خارج أرضها الآن سوى مستضيفينها الدول بدولة موريثانيا الشقيقة والله في مغرب الشقيقة وإلا في مصر وحتى نحن نطلب أن هنا بعض الدول أن هنا يلعبا في أرضنا فدابنين اللي إن شاء الله سيستقبل اللقاء القادم يوم واحد ستمبر ملعب طرابس اللي نحن الآن نسعى بكل جهدنا مع الجهات المعنية لأننا نأكد للناس رأي الموضوع البنية التحتية ما هوش خاص باتحاد الكورة حالي كورة خاطب خاطب وزر الشباب والرياضة خطبنا رئيسة الوزراء خطبنا كل المسؤولين خطبنا مسؤولين في طرابس لبدوا أن يجهزوا ملعب طرابس الدوري للمباريات القادمة سوى لفريق الاتحاد أو لفريق أهل طرابس أو حتى منتخباتنا القادمة وإننا استضفنا كونينا رئيس الاتحادة شمال أفريقيا استقبلت أو استضفت بطولة شمال أفريقيا للعشرين حتى يكون ملعب طرابس ومتعرفين ملعب طرابس من الملعب اللي دائنا اللي خافوا منه حتى المتعقبات اللي تلعبهم أنا يكون جاهز وكذلك لو سمحت الضروق مصراتها وكل المناطق ليبيا ينتمنى أن ملعبا يكون الجاهزات حسب المعايير اللي مطلوبة من الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريق هناك معايير مطلوبة الحمد لله ورسلنا في ملعب شهداء بينينا أننا نحن جزء خبير من هذه المعايير وانتمنى من خلال كاملنا مباراة للجابون القادمة لا تكونش نفس مباراة تونس كان فيها بعض الأشياء الحقيقة سوى في الدعوات أو طبع الدعوات سوى في الدخول الآن نسعى مع الاتحاد الأفريق إن شاء الله سيكون فيه جمهور بالنسبة والتناسس حسب الملعب حسب ما في الدول الأخرى إننا سيكون جمهور ولو حسب النسبة لعطوها لنا الاتحاد الأفريق يقالي نسعى له وإن شاء الله نكون وصلنا لمراحة متقدمة عن طريق السيد الأمير العام لأنني أنا تكلمت معه وتكلمت مع السادة على المكتب التنفيذي وعندي معهم لقاق إلى الأيام القادمة لأننا نكون عندنا جمهور بالنسبة والتناسس ونجاوب كما علينا إنه ليس نسبة الأحداث حتى في الدور القادمة إن شاء الله نحاول بقدر ما نستطيع إن شاء الله أولا كل الليبيين وكل العالم نخرجوا من جائحة كورونا بيش نكونوا ومهتمين حتى بناس لأن يتهمنا صحة الإنسان والمواطن الليبي يهمنا سواء كان طفل أو شاف أو حتى شيء يتهمنا كلنا وهذا رأى ومش مننا نحن لمنعنا نحن رأى هي اللجنة الطبية وعندها حقا تشوفوا في ظروف كل يوم التأزم ولكن ننتمنى الموسم القادم سيكون فيها جزء ولو بسيط عن طريقة مناقشة إن شاء الله في الاجتماع القادم اللي سيكون في بنغازي يوم واحد ثلاثين للمكتب التنفيذي مكتب التنفيذي أو المجلسي دارنا تجاوب الحقيقة تجاوب كم وتعاون ونعرض في كل الأمور وراءنا عن طريق رأي جماعي معوش رأي فردي في قرارات قدرنا أكثر من اجتماعات تقريبا من انتخابنا إلى الآن تقريبا خمس اجتماعات واجتماع القادم إن شاء الله سيكون في بنغازي على هامش مبارتنا القادمة اللي ستكون يوم واحد سبتمبر زي ما قلت لكم انتمنى من كل المأسؤولين سوى وزير شباب رياضة أو رئيس وزراء لاهتمام حقيقة بالقطاع الشباب أنا لاحظت من كم يوم رئيس الوزراء أنه مهتم بالشباب وعمل ديرهم ميزانية كبيرة أكد لأن رأي جزء كبير من الشباب يضع في النوادي واللي مفروض يدعمه دعم كامل سوى الفرق المشاركة الآن على مستوى أفريقيا أو سوى الأندية الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الأولى أو كل المراحل الأخرى لأن الحقيقة موضوع الدعم لازلت فيه مشكلة كبيرة لدى النوادي كذلك دعم الاتحاد الكورة ودعم الشباب والأندية لأن جزء كبير من الشباب موجود في الأندية وانتوا عارفين هنا كرة القدم والشباب والأندية بعدت شبابنا على أشياء كثيرة جدا وعلى ضغطات كثيرة جدا وانتم شفتوا دوري السنة يعني شباب ما تمتعوا كان دوري صعب كان دوري للمراحل الأخيرة مش معروف فيه بطل للمراحل الأخيرة مش معروف فيه الفريق اللي ممكن يكون في الترتيب الأخير أو الهبوط كان دوري يعني برغم كل الظروف لكن الناس مبسوطة والناس هنت والناس قدمت اللي فاز مهروق واللي اقصر هردلك وهذه كرة القدر لابد أن تلتهي بفوزة وقصارة ولابد أحباه كل فريق يقصر يزعل ويتكلم من حقها لكن دائما نريد أن نكرر لابد أن يكون بيننا الاخترام سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو سواء في وسائل الإعلام المختلفة نتناقش مع بعضنا نتكلم مع بعضنا نفتح المجال للإعلاميين الآن في الأسئلة وحيكون الحديث بقية إذا كان أي سؤال غابوا في ذهني في جواب أنا لا أمامي نقاط كثيرة ولكن لا أريد أنك نكثر مرة تكون في أسئلة عند أختي الموجودين الإعلاميين أن يحييهم كلهم يحيي كل القنوات الموجودة فأتفضل الآن إذا كان أي حد عنده سؤال وبعدين لحديث للبقية للشرع الرياضي على أشياء أخرى ممكن ترجمة نانسي قنقر